موسيقى شكرا جزيلا وصباح الخير عليك وعلى كل المشاهدين أهلا بك كيف أن ننوارنا الحياة في البداية عايزين نتكلم عن مشهد سياسي في مصر والصعوبات اللي بتمر بيها مصر الآن مصر حاليا بتمر بمرحلة فارقة ويعني هذه المرحلة محتاجة أداء أفضل من جانب الدولة المصرية ومن جانب مؤسساتها علشان نقدر نواجه سواء المخاطر الداخلية أو المخاطر الإخليمية أو المخاطر الدولية الموضوع ما هواش سهل وإحنا شايفينه محليا شايفين عمليات الإرهاب اللي بتتم كل يوم عمليات استهداف جنودنا وزباطنا في الأكمنا وخلافه واللي بيحصل في السيناء إخليميا عندنا تحديات عديدة شايفين دولة اسماء خطر بتعمل إيه شايفين إيران الدور اللي بتلعب شايفين تركيا شايفين إسرائيل وعلى المستوى الدولي قدامنا الاتحاد الأوروبي والولايات المتعالية الأمريكية اللي بيأثروا في النظام الدولي وبيحاولوا يوجهون أيمين وشمال فالمسألة محتاجة إدارة وعية من قبل الدولة المصرية مؤسستها المختلفة سواء مؤسست الرئاسة أو الحكومة والحكومة وتحت الحكومة في الخارجية الدبلوماسية المصرية والري والإعلام وخلافه بهدف أن نحن نقدر نعدي المرحلة ونعديها بأمان ومحتاج قدر من الزكاة ولأنه للأسف الشديد في عدم كفاءة في الإدارة في قضايا عديدة أو أصدنا وكأننا مثلاً ندفن رأسنا في الرمال للأسف الشديد يعني مثلاً على سبيل المثال المرحلة الداخلية يعني أنا أتكلم على الأضايا اللي احنا بتواجهنا على المستوى المحلي محدش منتبه للموضوع بتاع الشباب الشباب على فكرة لا بيشوفوا الفضائيات ولا بيشوفوا الحوار اللي بيتعامل كل يوم بالليل ولا بيقروا جرايد وإنما كلهم بيتفاعلوا على الفيسبوك وعلى تويتر وخلافه ومحدش بيخش على الفيسبوك وتويتر ومحدش بيسمع خطاب الشباب محدش عارف إيه أمالهم محدش عارف إيه طموحاتهم الحكومة مش واخدة بالها من المسألة دي البلد كلها مش واخدة بالها منها من شباب والشباب بيشكلوا 60% من عدد سكان مصر وهم أقل من 30 سنة فانما انتبهناش في هذه المرحلة بشكل جدي لمواجهة المشكلات وأهمها ليس فقط مشكلة الإرهاب الإرهاب هيزول هيزول هيروح في 60 دهية لكن الأخطر من ده أن نحن نحل المشاكل نوفر وظايف نقلل معدلة البطالة نشوف مشكلة العشوائيات نقلل نفرض سلطة الدولة وهيبت الدولة بالقانون في كل مكان نمنع البلطاجة أن الاعتداء على أموال الدولة وعلى أراضي الدولة نتصدى لي زي ما بنشوف احنا برضو المهندس إبراهيم محلب متحمس لهذه المسألة ودي حاجة يشكر عليها مطلوب أنه يقود الوزاري بتاعه بشكل يومي لغاية ما نعدي المرحلة الانتقالية ونشوف موضوعها بتاع الاستحقاق الرئاسي والاستحقاق البرلماني وبالشكل ده تقدر الدولة المصرية تقف على رجلها مرة مرة تانية خلينا نتكلم على قانون الانتخابات وحاول تحصين اللجنة العليا للانتخابات حتى أنك شايف الموضوع هذا والله الرئيس المستشار عدل منصور قابل عدد كبير من الخيادات السياسية وحاول يقنعهم بأن موضوع التحصين مهم لإفتياز المرحلة الانتقالية لكن على الجانب الآخر هناك عدد كبير من الفقهاء الدستوريون ورجال السياسة وخلافه بيروا أن التحصين فيه خطر لأنه هناك حرص مننا جميعا على أن الرئيس المقبل لا يطعن في شرعيته فبالتالي الدستور رفض التحصين الدستور الذي رحنا ووفقنا عليه رفض مسألة التحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فبالتالي هيصبح من أي حد نهاردة أنه هو كمواطن ويروح يطعن في دستورية وعدم دستورية الانتخابات نحن لا أريد أن يحصل لكن لا أرى الأفق والانتخابات على الأبواب أي حل واضح حتى الآن بالذات الفترة دي لا تتحمل لا تتحمل أي طغوم لا تتحمل أي مشكلات مظبوط لكنهم يحاولون أن يغلبوا وجهة النظر التي تقول أن التحصين من مصطحة المرحلة الانتخالية لكن كيف نضمن أن لا يتم الطعن على الانتخابات الرئاسية بدعوة عدم الدستورية كيف نضمن هذا نحن نقيد المواطنين لمنعهم من أنهم يقيموا دعاوة من مجلس الدولة لو بالتالي يذهبوا للمحكمة الدستورية العليا ويتعنوا بعدم الدستورية أنا شخصيا لا عندي إجابة على السؤال بالضبط خليني نكلم على بعض أعضاء أو بعض أعضاء جابت الإنقاذ عندما قابلوا رئيس مواقع المسرار عدلي منصور الحقيقة أبدو نوع من الموافقة والارتياح للتحصين ثم عندما غادروا غيروا رأيهم مرة تانية ولم يفسروا لماذا تم تغيير رأي حتى زيل الله والله في السياسة وخصوصا في المراحل الفارقة من التاريخ بيحصل فرز للسياسيين بمعنى أنه مش من الشطارة في السياسة أن الكلام اللي تقوله في الغرف المغلقة تخرج وتقول كلام مخالف عنه في الغرف في العلن وإنما إحنا محتاجين في مصر استقامة سياسية ونزاهة لأن الناس زهعت بقى من عمليات الكسب ومن عمليات التضليم المراوغة بالضبط ومحتاجين سياسيين ومحتاجين كوادر على مستوى تقدر المرحلة واللي عنده رأي يقول رأيه بشكل واضح ومعتقدش أنه فيه حجرة على الأراء في مصر الآن على الإطلاق وإنما حرية التعبير مكفولة اللي عايز يقول رأيه رأيه ولكن مسألة الحكمة على الرأي إذا كان صواب أو غير صواب هذا موضوع آخر خلينا نتكلم على الترشح بالضبط نتكلم على الترشح لانتخابات الرئاسية القادمة وحتى الآن لم يترشح بشكل رسمي إلى السيد حمدين صباح شايفتها والله أنا شايفها دي إنها علامة سلبية وبشوف أنه دي بتسبب لي ألا لأنه إحنا عايزين منافسة على الانتخابات الرئاسية حامية الوطيس ومنافسة يكون فيها كفاءة ومنافسة يكون فيها نزاهة ومنافسة يبام فيها أننا بنخوض انتخابات رئاسية ديمقراطية إحنا مش عايزين ما إحنا بنعملش استفتة بالضبط على شخص واحد وإنما إحنا عايزين انتخابات رئاسية يفوز فيها الشخص الذي يحظى بثقة المصريين جميعا بكل نزاهة وبكل شرف وبعدين يقعد على مقعد الرئاسة ويحظى بشرعية دستورية وبالتالي تكون فترة هي فترة تتمئنها للمصريين ويبقى عنده قدرة على الإنجاز وعلى العمل وعلى البناء وعلى التعامل مع كل الملفات البلغة الخطورة اللي احنا بنمر بها حاليا أستاذ جمال تحدثنا الحياة أبل الهوى على المشاكل مع دول الجوار وكان الموضوع المتاح أو المفتوح هو مشاكل أمال المصرية في ليبيا وتعرضنا أيضا إلى مشكلة سد النهضة مع أسوبيا ولكن خلينا نكلم في البداية على أمال المصرية في ليبيا وما يحدث للمصريين الآن في هذه الدولة الشقيقة وهل الخطأ عندنا أم عند الآخر لا هو بص الموضوع ده ليو شقين الشق الأول أن ليبيا بتمر بحالة من الفوضى في حالة لغياب الدولة في ليبيا وبعدين زي ما انت عارف أنه في ليبيا المنطقة الشرقية تكاد تكون منفصلة عن الغربية منفصلة عن الجنوب والميليشيات مسيطرة مسيطرة وميليشيات الثورية مسيطرة فبالتالي في هذه الحالة من الفوضى من الطبيعي أنه يتعرض بعض العمالة الوافدة لمشكلات حاجة الشق الثاني اللي أنا عايز أتكلم عنه له علاقة بضعف الدولة المصرية في المرحلة الراهنة أن الدولة القوية تدافع عن مواطنيها حتى في أخاص الأرض حتى لو كان مواطن واحد بغض النظر عن وضعه الاقتصادي ووضعه الاجتماعي ووضعه السياسي هو مواطن له كافة الحقوق الدستورية والحقوق القانونية على الدولة وعلى الحكومة وعلى الدبلوماسية المصرية أن تدافع عنه وأن تسعى وراءه وإذا كان فيه مشكلات قانونية أنها تدافع عنه إذن الخطأ عندنا أستاذ جمال هل هناك تقصير من وزارة الخارجية لا أولا مش تقصير من وزارة الخارجية وزارة الخارجية اترامت في حجرها كرة من اللهب أنه مصريين بيتقتلوا مصريين بيتم خطفهم خطفهم واحتجازهم فهتعمل إيه يعني الوزارة الخارجية هتروح هتعمل ميليشيات مسلحة وتحرر الناس لكن هي القضية زي ما أنا قلت أن هناك في حالة من السيولة الأمنية موجودة في ليبيا وفيه برضو عندنا حالة من الضعف لازم نشوف إيه تقدرات الموقف ونشوف إيه إمكانية حل مشكلتنا أي مشكلة من المشكلات لابد نكون لها تقدرات موقف ونشوف السيناريوهات المتعددة لحل هذه المشكلة سيناريو أول نشوف إيه إيجابياته سلبياته سيناريو تاني سلبياته إيجابياته اللي معانا بيعتبرها مؤسسات ومؤسسات بيمثلها أفراد ولازم نشتغل بعقلية الفريق الجمعي والفريق الفريق بيدافع عن مصالح الأمة المصرية يتخوف المرض من الأمام المصرية للسفر لليبيا ويقولوا عايزين حلول هل نسافر؟ لا ما نسافرش معروف أن السوق الليبي بيستغطر أنا بأعتقل عليهم أن هم يتبعوا التحذيرات اللي بتصدرهم الحكومة يعني مثلا على سبيل المثال في قضية السياحة الأوروبية المصر نحن كل شوية نلاقي مثلا الألمان حذروا السياحة الألمان أو الإنجليز أو الفرنسويين وبعد شوية بيسمحوا بالسفر إلى مصر على الدولة المصرية برضو والحكومة تأخذ خطوات أنها تمارس هذا الأداء أنها تعمل تقدير وتقول للمواطنين في اللحظة الراهنة السفر إلى هذه المنطقة من العالم خطر أو الجهة أمينة أو غير أمينة إمكانية حمايتكم فيها بتبقى محدودة فبالتالي إحنا لابد أن نبصر العمالة المصرية ونقول لهم إيه المخاطر المتاحة علشان بعد كده لا يلومان إلى نفسه يعني لكن برضو في الآخر لا تتخلى عنه يعني حتى لو هو ما سمعش النصائح اللي بتقدمها له الدولة مفروض أنه وطنه لا يتخلى عنه سيد جمال تحدثنا عن دول الجوار وقبل الهواء كنا نتحدث عن سد النهضة وموقف متعنت من أثيوبيا لبناء هذا السد وأيضا مشكلة تواجه الدولة المصرية شوف بقى ده برضو له شق يتعلق بأداءنا تجاه أزمة مياه النيل أولا إحنا أهمنا موضوع بتحوض النيل 30 سنة على المستوى الدبلوماسي وعلى مستوى الري وعلى المستوى السياسي لم يكن هناك اهتمام بدول حوض النيل سواء من بروندي حتى السودان السودان جاي لنا منها صداع ومشكلات بسبب حكومة البشير اللي أساسا عمل انقلاب وكان وراه حسن الطرابي بالضبط اللي بينتمي لجماعة الإخوان وإحنا في مصر ما كناش عارفين أن هذا الانقلاب هيصب في مصلحة الدولة المصرية فوجئنا به فبقى عندنا نظام مناوي وزي ما احنا عارفين أن البشير محكم عليه من محكمة الجنائية الدولية فبالتالي عندنا فيه اطراب في الجنوب لكن لازم نعظم الفوائد يعني بقدر من الإمكان يعني احنا عندنا علاقة جيدة مع دولة جنوب السودان مصر عندها علاقات جيدة لابد أن احنا نعظم الجوانب الإيجابية اللي لديها علاقة بجنوب السودان وبرضو مع حكومة السودان لأنه لازم تنبيههم إلى مخاطر موضوع سد النهضة بالإضافة لده ده موقف جنوب السودان سيد جمال ولكن السودان نفسها عندما طرحت مصر بعض الحلول لم نجد تجاوض ما ده صحيح بس احنا لابد أن نخرج بره بره هذا الإطار ولابد أن احنا كمصر أن نقدم رؤية لإفريقية يعني بمعنى أن يبقى عندنا رؤية واضحة في التعامل مع كل دول حوض النيل ويبقى فيه مبادرات وفيه عمل مكثف وفيه تحرك دبلوماسي وفيه تحركات سياسية احنا شايفين وزير خارجينا بالفهم زار خلال الفترة الماضية عدد من الدول الإفريقية ده جهد حسن لكن علينا أن نكثف هذه الجهود على المستوى السياسي أيضا ونقدم مبادرات ولا نكتفي بمجرد أن نعمل زيارات نقدم مبادرات لتعديد العلاقة مع دول إفريقية يكونها بشكل عام وبالتحديد دول حوض النيل سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي تنموي تعظيم استغلال مياه نهر النيل وخلافه أستاذ جمال عايزة أسأل حضرتك بعض الناس ترى أن موضوع صد النهضة لا أمل فيه هل ترى هناك أمل في بعض الحلول لا مش صحيح أولا أولا اللي درسوا هذا الملف في دراسة جيدة بيروا أن أثيوبي أمامها صعوبات في أنها تعمل صد النهضة من أهم هذه الصعوبات صعوبات تمويلية وبعدين مصر عليها أنها تخاطب الدول والمؤسسات المانحة لسد النهضة وتنبههم أنه فيه اتفاقيات دولية تتعلق بالأنهار وأنه لابد من احترام هذه الاتفاقيات ولابد أنه سد النهضة ما يأثرش على حياة الشعب المصري وأنه لو سد النهضة يحتاج إلى كمية كبيرة من المياه فهيأثر على توليد الطاقة الكهربائية في مصر وهيأثر على الزراعة في مصر وهيأثر بالتالي على حياة المصريين كلهم بشكل عام تدويل القضية تقصد كده تدويلها بمعنى استخدام كل الأدوات السياسية والدبلوماسية ليس بمعنى اللجوء إلى تحكيم دولي وخلاف ولأنه عندك نقطة بداية اللي هي العمل السياسي الدبلوماسي وعندك نقطة نهاية اللي هي الوصول بالقضية إلى الأمم المتحدة والمؤسسة الدولية وخلافه فعلينا أننا نشتغل على الأفق الواسع بدءا من اليمين وانتهاء لأقصى اليسار يعني نقدر نقول جميع الخيارات ممكن تكون مطلحة في وقت ما ولسه مازال أعتقد أنه يعني إحنا ما وصلناش لمرحلة الخطر والأمة المصرية عندها قدرة من خلال كوادرها وأبنائها أنها تعمل بهدف أنها تقلل من مخاطر سد النهض اسمح لي أستغل أثيوبيا حالة ضعف الدولة المصرية الآن وبانت تقريبا 30% من جسم السد وتسرع في عمليات البناء وأعتقد الشركة المسؤولة هندسيا الشركة الإيطالية تؤكد أن عمليات بناء السد مستمرة ولن تتوقف وعندما تطرح مصر العديد من الاقتراحات تقابل بشيء من التعنت أو كثير من التعنت من الجانب الأثيوبيا أولا لابد أن نلاحظ أن السد النهضة الأثيوبي فيه مخاطر على أثيوبيا أيضا هناك مخاطر بمعنى أنه قد يحدث فيضان كبير يؤدي إلى انهيار هذا السد عمل أمان كمان ضعيف يعني معدل أمان فيه مرتفع فهيضر بالشعب الأثيوبي أولا لابد أن نأكد على أهمية العلاقة مع شعب أثيوبيا لابد أن نبني مزيد من الصداقة معهم لابد أن الاختراب الدبلوماسي والسياسي من حكومة أثيوبيا ومن شعبها بشكل أفضل من هذا ولابد أن نقول لهم أننا مصالحنا واحدة وأنه لا ينبغي لدولنا الإضرار بدولة أخرى أو لا ينبغي لشعب أن يضر بشعب آخر لابد أن يكون فيه حوار ولابد من استخدام رصدنا الإفريقي الضخم من أجل بناء موقف جيد لصالح مصر خلينا نتكلم على علاقتنا بالدول الخارجية زي أوروبا وأمريكا إحنا فين بمنتهى الصراحة من أوروبا وأمريكا الآن لا إحنا وضعنا بلغ السوء إحنا وضعنا بلغ السوء الاعتبارات عديدة الاعتبار الأول أنه الولايات المتحدة الأمريكية لديها أجندة فيما تعلق بالشرق الأوسط أنه الولايات المتحدة خططها أفشلت بسبب خروج المصريين بالملايين في 30 يونيو أنه منفع الشيء اللي حصل في سوريا وفي بلاد أخرى أنه ينفع في مصر بسبب أن المصريين كانوا عين وخرجوا فبالتالي محدش قدر يقول أنه اللي حصل في مصر ده انقلاب عسكري بسناء جماعة الإخوان والموالين ليهم لكن الأعمى يبصر لما يجي يشوف ملايين من المصريين كانت موجودة في كل شوارع القاهرة بتقول لا إحنا صحبنا الشرعية من محمد مرسي وصحبنا الشرعية من جماعة الإخوان وعايزين نبني شرعية جديدة وهي اللي بتحصل خلال خارج الطريق الملف الإعلامي نحن فاشلين فيه الملف الإعلامي على المستوى الدولي فاشلين فيه رغم تعاقد الدولة المصرية مع شركة علاقات عامة في الوقت المتحدة الأمريكية لكن على المستوى الأوروبي ما حقا نجاح كبير كلام بتاع الدبلوماسيات الشعبية مش جايب نتيجة لأن الكوادر كدبين زفة اللي بيطلعوا في هذه الوفود وما عندهمش لا كفاءات ولا عندهم علاقات ولا بيعرفوا لغات أجنبية فبالتالي ما لم يتحقق إنجاز وإنما لابد أن يبقى فيه واضح قدام رأي العام إحنا هنقدر نعيد تقييم علاقاتنا مرة أخرى من الاتحاد الأوروبي وأمريكا إزاي ولن يتم هذا إلا بالبناء من الداخل يعني بمعنى أن تكون هناك إرادة سياسية قادرة على حل مشكلات المصري لو حلت مشكلات المصري هيدربو لك تعظيم سلام يعني لو حلت مشاكل فأر والعشوائيات والصحة والتعليم والإرهاب وعملت فيه أمن كله هيدربو لك تعظيم سلام وهيجولك وهيتفاوض معك ولكن دعنا نتسأل أستاذ جمال ما يحدث الآن من مسلسل الإرهاب بشكل يومي قد يتساءل البعض إلى متى يستمر مسلسل الألم والإرهاب هو طبعا ده موضوع مؤلم للغاية أن نحن نلاقي تنظيم إرهابي مطلوق كده على المصريين وبالتحديد على الزباط والجنود بيقتل فيهم في كل مكان لكن زي ما دائما أحب أن أفكر في المسألة بشقين الشخ الأولاني أن نحن لابد أن نرفع كفاءة أجهزة الأمن والأكمنة ونتعلم من الأخطاء يعني بعد ما تتفجر مدريت أمن الدقالية يعني إلا كان لا يليق أبدا أن أنا أشوف مدريت أمن القارة تتفجر بالضبط لابد أنه إذا كان وزارة الدخلية عايزة إمكانيات ندعي إمكانيات لابد أن يبقى فيه كاميرات موجودة في الشوارع كافة كاميرات موجودة أمام المباني السيادية لابد أنه يبقى عندنا قدرات المعلومات بحيث أنه أي عملية إرهابية أعمل لها ضربات استباقية لابد من حبات الشعب المصري من خلال رفع الكفاءة الأمنية ده أولا ثانيا إذا رفعت كفاءة الأمنية هيبقى عندك قدرة على أنك تخلص من ملف الإرهاب لكن واضح أننا كشعب علينا أن ندفع تمن الخروج والانعطاق من أسر السلطة الغاشمة قبل 25 يناير وتسلط الدولة الغاشمة اللي في جانب منه مازال مستمرة حتى اليوم والانعطاق إلى فكرة الديمقراطية هتحتاج تمن هيدفع الشعب المصري أستاذ جمال زيدة الكاتب الصحفي بالأهرام الحديث معك لا ينتهي عن الحلول وحلول كثيرة للمشاكل المصرية ولكن أكيد سيكون لنا لقاء مرة تانية ومزيد من الحلول ونجد الحلول إن شاء الله للمشكلات المصريين شكرا جزيلا شكرا نهارك سعيد نهارك سعيد دايما ونهارك دايما سعيد مشاهدين وزي ما شفنا بنحتاج تضافر الجهود من الوزرات المختلفة ومن الشعب المصري كان نصل إلى مزيد ومزيد من الحلول للدولة المصرية في القريب العاجل مشاهدين خلصت فقراتنا نهارك سعيد تستمر يوميا مزيد تساعة صباحا حتى الحديث عشر على الهواء مباشرة شكرا لكم على حسن المتابعة أشوفكم على خير